انا الان اشعر ان اطهر الناس واصل الاخوان اشكفين لدعف الاخوان الحمد لله اشعر الله يتوفرها الاخوان هي بالفعل ممارسات لا يمكن الا ان تكون ضمن ملة جديدة تلك التي انتهجتها جماعة الاخوان الارهابية والتي اراد القيادي الاخواني صبح صالح ان يموت عليها في وقت من الاوقات ممارسات لا يعرف الدين الاسلامي لها اصلا ادت في النهاية الى زيادة كبيرة وملحوظة في اعداد الملحدين الامر في الاسلام بتكريم المرأة واضح تماما ولكنه عند الاخوان قد يندثر في مقابل فورة غضب فيصفع الاخواني امرأة مسنة دون ادنى احساس بالذنب وهو ليس بغريب على الجماعة الارهابية التي تعتبر المرأة كما مهملا بلا حقوق اذ تحدث مرشدها صراحة عن حقوق المرأة السياسية قائلا ان حق الانتخاب ثورة على الاسلام وثورة على الانسانية ممارسات الجماعة الارهابية التي تتنافى مع الفطرة الطبيعية للانسان واستخدام فج للدين عبر منصاتهم وقنواتهم لتحقيق اغراضهم السياسية كل ذلك دفع الكثيرين نحو تشويش حد وصلوا في منتهاه الى رفض فكرة الدين برمتها فاذا كان الاله يأمر بالقتل وسفك الدماء وتدمير الاوطان فلماذا يستحق العبادة؟ فرد بالاكراه لتفسيراتهم المريضة للدين الاسلامية وسب لكل من لا يقبل تفسيراتهم اذا واذا انتزعت السلطة بامر الشعب وتنفيذ الجيش يصبح رد الفعل مقتلة ضد المسلمين والمسيحيين وحرقا للكنائس واستهدافا لقوات الجيش والشرطة وفي كل مرة يجدونهم ورفاقهم وحلفاؤهم تبريرات ينسيبونها للدين يشويهون بها الها عظيما ودينا منيرا لتحقيق اهداف دنيئة نهج الجماعة الارهابية لم يدفع للالحاد فحسب وانما اصبح وجها اخر لنفس العملة معه تتشابه في تصرفاتها مع اهدافه اذ تشوه الجماعة وتطعن كل من يتكلم في الدين تحت عباءتها